أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الفطر سيسمح بصفة استثنائية للنزلاء بالتواصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم أو أقاربهم وكذا أعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب خلال زيارتهم لهم ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط وذلك وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارات المؤسسات السجنية وذكر بلاغ للمندوبية أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية